انا شايفة انه احنا فيه عند الاسكان الاجتماعي وشايفة ان فيه مناطق خضرة فيه جناين جوه ما بين العمرات طبعا فيه الحديقة المركزية الكبيرة فيه ادي اهو شريط اخضر ورايا هو حضرتك الشريط الاخضر ده هو منطقة متنفس للمدينة كلها بعرض سبعين متر بطول المرحلة الاولى كلها اربعة متر اربعة كيلو ومتين متر والمنطقة دي متشطبة بالطرق اللي حضرتك شايفها دي احنا اخدنا تعليمات بعد الافتتاح مباشرة بالمحافظة على الشكل الجمالي اللي موجود ده ده يا سؤالي بقى بحيث تظهر المدينة بنفس الشكل المحافظة على الشكل الجمالي انا مش هاجي كمان سنة مثلا ولا سنتين الاقي كل الشريط ده عبارة عن اكشاك وتقولي اصلا احنا لازم نصرف على الصيانة بتاعة المكان فلازم نعمل اكشاك عشان الاكشاك دي تصرف على الصيانة وفجأة ما نعرفش الصرف الصحي بتاعها فين وفجأة المكان يتحول الى يعني مش بنفس الشكل الجميل ده ان شاء الله يا فانديم الكلام ده مش هيحصل لان تعليمات الدكتور عاصم بعد زيارة فخامة الرئيس مباشرة لرئيس جهاز المدينة المحافظة على المكان وان احنا نستمر بنفس الشغل اللي احنا عملناه ونحافظ عليه ووعدوا لنا انه هيقرر الزيارة في الايام اللي جاي عشان يشوف الكلام ده كله اعتقد عندكو كمان طريق يعني غير الطرق انا شايفة الشوارع واسعة لكن كمان فيه طريق للعجل هو حضرتك طريق العجل موجود في المنطقة الجنوبية اللي هي المنطقة الخضر اللي قدامنا ده فيه حار الدراجات وكورنيش فيه حار الدراجات واحنا كل الطرق اللي موجودة في المدينة زي ما حارك شايفها موجودة هرانا كده حارة للدراجات في جميع الطرق بتاع المدينة يعني هل بعتوا اي وحدات يعني حضرتك بتقولي لسه هنفتح الاعلانات الاجتماعي والمتوسط هل فيه اي وحدات اتبعت؟ اتباع وحدات في سكن مصر واتباع وحدات في مشروع جنة اتباع في سكن مصر احنا طرحنا في طرحين حوالي 912 واحدة اتباع 910 واحدة اه يعني 9 أو 90 في المية حردك الجامعة فيه 19 عمارة والطلبة بتاع الجامعة ساكنين في عمارات سكن مصر في 19 عمارة حاليا مشروع جنة باتباع فيه حوالي 800 واحدة واحنا من 1-11 بنسلم السكان والسكان بدأت ويستلموا وحداتهم في المدينة من 1-11 اللي فاتت الاسكان الفاخر بيمثل حوالي 10% اللي هو الجزء الأمام وحضرتك إجمالي المرحلة الأولى في المنصرة الجديدة حوالي 19 ألف وحدة الإسكان الفاخر اللي هو الفلات 2001 من 19 ألف وحدة هل بقى فيه إقبال على 2000 وحدة لأنه كتير منهم مطلع الباحر شكلهم جميل أنا شفت التصميم بتاعها كمان وحضرتك اللي اتفتح للبيع فيهم منطقة واحدة اللي هي المنطقة الرابعة وشبه أنه اتباع منها بنسبة 90% وإن شاء الله بنوعد الناس إن في خلال الأسبوع اللي جاي المنطقة الأولى في المدينة هتطرح كفلات مع طرح الوحدات إن شاء الله وموجود في التخطيط بتاع المدينة أنا حضرتك ده الطريق الدول اللي احنا وفين عليه عندي 809 فدان قبل المدينة قبل الطريق الدولي 809 فدان دولة دولة مناطق صناعية ومناطق صناعات صغيرة وإن شاء الله بدأنا في مناطق الصناعات الصغيرة وهنبدأ إن شاء الله يبقى فيه مصانع وهيبقى في بيع في الأماكن دي كلها وهتبقى دي كلها لخدمة المدينة أكبر تحدي بالنسبة لك إيه هنا؟ أكبر تحدي إن شاء الله إن إحنا نحافظ على المدينة زي ما هي كده بحيث نفضل محافظين وتفضل الدنيا كويسة بالمنظر اللي إحنا جايفين الصيانة بقى هنا هنا الصيانة مهمة جدا ويمكن الإسكان الاجتماعي الناس مش هتقدر إنها تدفع تكاليف صيانة غالية هتعمل إيه بقى في الصديق؟ فيه نسبة متحملة على سعر الوحدة إن إحنا بنجيب شركة نظافة وبنجيب شركة أمن وبنجيب شركة صيانة للأسنصرات والسلالم والغرف السطح والكلام ده كله بتبقى موجودة وشغالة في أي تجمع سكاني بيبقى موجود في المدينة بمناسبة النظافة بقى القمامة والنظام المخلفات إيه عندكم؟ انت عارف حضرتك إحنا المدينة ساكن فيها 19 عمارة بتاعه الطلبة والوحدات اللي إحنا سلمناها في 1-11 وحالياً وأنا بكلم حضرتك فيه شركة نظافة موجودة في المدينة أنا شايف الحية فيه عربيات ريئة ولا جهارات يعني فيه شركة نظافة موجودة وشغالة في المدينة وإن شاء الله مع تسليم السكان للوحدات الشركة دي هتزيد وهتبقى 2-3 على حسب اللي هتسلم للسكان المهم إنه مع زيادة عدد السكان ما نلاقيش بقى الدنيا تحولت لا إن شاء الله يا فندم في المدن الجديدة ربنا أستغر هنجي نزور تاني تشرفهم تشرفوا يا فندم تشرفوا المدينة إن شاء الله